موسيقى مساء الخير في ظل المفاوضات المستمرة بين فصائل الجبهة الجنوبية وروسيا روسيا ما زالت تلجأ لقصفا هماجيا عنيف وبالأسلحة المحرمة دوليا على مدن وبلدات درعا فهل اختارت روسيا سياسة الأرض المحروقة لإرهاب ثوار درعا وإجبارهم على شروطها التفاوضية في المحور الثاني سنتحدث عن إعادة النظام لنشر حواجز في مدينة دمشق وأيضا اعتقاله لصحفي وذلك لنشره مادة ينتقد فيها حالة فساد في مؤسسته فهل يعيش الأسد حالة خوف وذعر بين مواليه ولا يأمن حتى شبيحته في المحور الثالث نظام الأسد يزدري لبنان بتصريحات معادية فوقية وأيضا مواقع موالية لنظام الأسد تحذر السوريين من تعرض أموالهم للسرقة في البنوك اللبنانية حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا حالة من التصعيد العسكري والقصف الهماجي بأسلحة محرمة دوليا على مدن وبلدات ريف درعة وذلك بعد فشال المفاوضات ليلة أمس بين روسيا وفصائل الجبهة الجنوبية في درعة المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمود فايس نتابعنا أود للحديد تصعيد عسكري تشهده محافظة درعة بعد تعثر جلسة المفاوضات الأخيرة التي طالب فيها الوفد الروسي بتسليم الأسلحة الثقيلة دفعة واحدة لمتابعة عملية التفاوض التصعيد اتخذ منحا إجراميا حيث تتبع روسيا سياسة الأرض المحروقة ردا على شروط فصائل الجبهة الجنوبية فقد شهدت المدينة على مدار الساعات الأخيرة استهدافا بأكثر من 47 برميلا متفجرا و30 غارة جوية على مدن وبلدات حال انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة الصورة هذه لأم وأطفالها الأربعة قضوا بفعل طائرات الاحتلال الروسي في بلدة صيدة البلدة التي تعرضت لقصف استهدف بشكل مقصود التجمعات المدنية الأمر الذي سهل اقتحامها فيما بعد من قبل الميليشيات الطائفية عائلة أخرى مؤلفة من عشرة أشخاص قضت في منطقة الشياح أيضا بفعل القصف بأسلحة محرمة دوليا أضف إلى هذه الأخبار السابقة والمجازر الحاصلة حملات اعتقال تنفذها الميليشيات في صفوف المدنيين بالمناطق التي استولت عليها تحت حمم الطائرات والراجمات وهو ما يعكس تماما صورة الاحتلال الروسي والميليشيات الطائفية التي لا ترى بأعينها إلا السيطرة على الأرض مهما كانت الخسائر البشرية من المدنيين فهذا آخر ما ينظر إليه الروس والإيرانيون في سوريا ليبقى السؤال دائما وأبدا عن الأيام القادمة فهل هناك احتمال لتحرك دولي ردا على ما يحدث في محافظة درعى من قتل ومجازر وعمليات قصف وتهجير حضرت بها الأسلحة المحرمة دوليا ولم يحضر فيها أي موقف دولي لردع المجرم عن استكمال جريمته وللحديث أكثر ينضم إلينا ناشطة السياسي سهر عوير معنا من بون وأيضا العميد أحمد شروف المحلل العسكري والستراتيجي ينضم إلينا من عمان وزميل بشر أحمد مراسل أورينت نيوز من القنيطرة أبدأ معك بشر ضعنا في صورة آخر التطورات في درعى وماذا يجري اليوم يعني منذ انتهاء جلسة التفاوض قبل الأخيرة وأقصد جلسة البارحة التي كانت قصيرة جدا مقارنة بجلسات التفاوض السابقة كان مدة الجلسة ساعة ونصف فقط أبلغت فيها الفصائل وقادة الفصائل الموجودين ضمن وفد التفاوض أبلغوا الاحتلال الروسي برفض فصائل الجنوب لما تقترحه روسيا من بنود للوصول إلى تسوية في الجنوب طبعا أثناء الاجتماع هدد الاحتلال الروسي بشكل مباشر القادة وقال لهم بالحرف بأن هناك أكثر من أربعين طائرة روسية جاهزة في قاعدة تحميمي مستعدة للإقلاع وقصف درعى وهذا ما حدث بالفعل فبعد رفض الفصائل للمقترح الروسي أقلعت الطائرات الروسية ومروحيات ميليشيا أسد الطائفية وقصفت بعشرات الغارات الجوية وعشرات البرامير المتفجرة أحياء درعى المحررة وبلدات صيدة ونصيب وأم المياذن والطيبة في ريف درعى الشرقي وكذلك بلدة النعيمة في ريف درعى الشرقي وقصفت طفاس واليادودة والمزيريب ونوى في ريف درعى الغربي بالإضافة طبعا لمئات القذائف الصاروخية والمدفعية التي استهدفت بها ميليشيات أسد الطائفية ذات البلدات وصواريخ الأرض أرض من نوع فيل التي استهدفت بها أحياء درعى المحررة اليوم المشهد لم يكن مختلفا عن نساء الأمس طوال النهار كان القصف مسكمرا سواء القصف الجوي أو البري على ذات القرى والبلدات كما قامت ميليشيا أسد الطائفية بشن هجمة شريسة من عدة محاور على بلدة صيدة شرق درعى وكانت هذه الهجمة طبعا تحت غطاء جوي ومدفعي وصاروخي كثيف جدا ما أتاح لهذه الميليشيات التقدم باتجاه البلدة واقتحامها بعد أن هدمتها فوق رؤوس ساكنيها واضطر ثل من المقاتلين الذين صمدوا فيها إلى الانسحاب إلى الخطوط الخلفية من القرية نعم ماذا عن العودة للمفاوضات بشير هل هناك أي مفاوضات تحدث الآن؟ يعني بعد أن استولت ميليشيا أسد الطائفية على بلدة صيدة في الواقع أعادت ربما فصائل الجنوب بحساباتها وكان هناك تسريبات بأن الجانب الروسي ربما يتنازل عن بعض الشروط مقابل العودة للتفاوض بالتالي عادت المفاوضات اليوم كان هناك جلسة لا ندري إن كانت قد انتهت ربما تكون ما تزال قيد الانعقاد حتى هذه اللحظة لم يتم حتى هذه اللحظة وصول أي تسريبات مما يجري في هذه الجلسة لكن بجميع الأحوال خلال الجلسات السابقة الاحتلال الروسي لم يتنازل عن الشروط التي وصفتها الفصائل بالشروط المذلة ولا يتوقع أن تتنازل الفصائل لهذه الشروط ربما نشهد خلال الساعات القادمة عودة للقتال أو تنازل روسي في بعض البنود التي ترفضها الفصائل رفضا كاملا وبالتالي ربما تستأنف عملية التفاوض سيادة العميد أحمد شروف هل الأسلحة المحرمة دوليا قصف طائرات وهجوم العسكري العنيف وسياسة الأرض المحروقة هي الطريقة الروسية يعني للعودة للتفاوض أو للتعبير عن رفضها لمطالب الفصائل حياكم الله وسهد المشاهدين سيدتي منذ 2013 أصبح استخدام ما هو محظورا دوليا في القوانين الدولي والإنساني مستخدما في سوريا والمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا وهذا شجع الغزاة على تطوير هذه الخروقات الأخلاقية والقانونية درعا ليست استثناء من سوريا ولكن بالمجمل العام هناك اتفاقات دولية تقضي بالقضاء على السورة سنقولها بصراحة بدون مواربة باستخدام أي وسيلة وأي أدات كما أعلن الروس نحن متفقين مع الأمريكان لإنهاء الوضع في الجنوب خلال عام والاتفاق تم برعاية الأمريكان في تموز 2017 والآن نحن في تموز 2018 وهذا يسرع الآن هذه الوتيرة من الأرض المحروقة لحسم الموقف قبل اللقاء الأوغاد الإسنين المجرمين في حق الشعب السوري ترامب وبوتين وعمليا قالوها بشكل يجب أن ننتبه إلى ما قالوا الروس بكل صراحة أيها الأخوة في درعا وفي السورة عموما والنائمون في القياد السياسي للمعارضة لا يريدون حلا توافقيا يقضي إلى اتفاق يحقق شيئا من حقوقنا ولكنهم يريدون فرض حل عسكري حسم عسكري يؤدي إلى أخذ أبناءكم إلى قتال في وادي اليرموك وفي شمال حمى وفي إدلب وأيضا في جيب الذي تركوه لأبناءكم ليقتلوا في ألبادي وترك الداعش هناك وعليكم أن تتذكروا أن أبناءكم من الضباط المنشقين يتجاوزون المئتين في درعا الآن ولا أحد منكم يحرك ساكنا في هذا الإطار العام لا يريد الروس اتفاقا يريدون استسلاما الشروط التي يضعوها الآن هي عندما تسلم السلاح السقيل عليك أن تستعد للموت أما في الإطار العسكري الاستخدامات العسكرية وحالة اللطم والندب التي نراها في الأمم المتحدة الأمم المتحدة شريك فعلي في القتال وليست أمم متحدة كما يصورونها لنا الإعلام سيدتي سأتحدث لأجل لا أطيق بما تسمحين لي من وقت أنت تريد دعني سيادة العميد لحتى لأننا تشعب كثير بالحديث سأعود إلى ما ترغب به روسيا من استسلام من قبل الفصائل وعدم تدخل المجتمع الدولي سأتركك تكمل نقطك ولكن أريد أن أشرك بالحديث الناشط السياسي من بون يسار عوير أستاذ يسار كما ذكر زميلي وأيضا ذكر سيادة العميد قادة الفصائل هددوا خلال الاجتماع من قبل الروس وانتهى الاجتماع بظرف ساعة ونصف استخدام أسلحة محرمة دوليا طائرات وما إلى ذلك اليوم العودة إلى المفاوضات على الصعيد السياسي كيف تقرأ ما يجري في هذه المفاوضات؟ الرحمة للشهداء ثورتنا اليتيمة والشفاء العاجل للجرحة والحرية لمعتقلين وأسرانا وتحية إلى الضاغطين على الزناد الذين آثروا الموت على المذلة بالنسبة للمشهد السياسي نحن نفاوض عدوا من طراز خاص لم يعد يخفى على أحد أن روسيا تستخدم سياسة الأرض المحروقة وهي تفاوض هؤلاء القادة وهي تضع السيف على رقابهم بالنسبة لهزات التي الارتجاجية التي سمع الهزات الأرضية بين مزدوجين التي أحس بها الأهالي في كل من الأردن والأرض المحتلة وسورية وجنوب لبنان ما هي إلا أسلحة محرمة دوليا تجربها الآن روسيا بأطفال ونساء الشعب السوري من أطفال درعة أما المشهد السياسي فأنا أستغرب هذا السبات العميق الذي تغط به المعارضة التي غير قادرة الآن على أن تحرك ساكنا طبعا لا يخفى على أحد أن هذه المؤامرة هي مؤامرة كونية على شعب السوري وما نراه في مجلس الأمن ما هو إلا تمثيلية هزلية متفق عليها يتبادل فيها الأدوار كل من روسيا وأمريكا الروس أغرقوا فيما يقوم به لدرجة الاستهتار بقادة الفصائل الذين وصلوا إلى المفاوضات في ليلة أمس على الصعيد السياسي أي مفاوضات من الممكن أن تتجه لمكان يعتبر فيه نوع من تحقيق أقل خسائر أو حتى الربح أو مفاوضات بحد ذاته في الوقت الذي يهدد فيه الشخص الذي تتفاوض معه قادة الفصائل في الأمس هددوا من قبل الروس سيدتي الآن القادة العسكريين في فصائل الجيش الحر تفاوض عصابة مارقة لا تقرأوا الأحداث جيدا كانت هذه الألدات قد ضمنت صلحا بين الصرب وبين البوسنيين وما انتركتهم حتى ارتكب الصرب مجازر ثم أنها عندما دخلت جروزني تركتها أرض أرض محروقة من الناحية السياسية لا أجد من الناحية السياسية الآن تحركا حقيقيا من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن يعني وتقول أستاذ يسار أنه هذا سلوك معروف من قبل الروس يعني ليس بغريب على الروس أتفاوض بهذه الطريقة أعود إلى العميد أحمد شروف يعني حالة المجتمع الدولي يتفرش سيادة العميد يعني في الأمس تم قصف مناطق درعا بالفوسفور استخدام أسلحة محرمة دوليا حالة يعني من ارتكاب جرائم بسبب تعثر المفاوضات في يوم أمس أو حتى يعني عدم التوصل إلى نتيجة هل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الروسي من الممكن أن تدفع المجتمع الدولي لتحرك ما لضبط الوضع بكل مصداقي لا الجرائم التي ترتكب يوسقها المتصارعون للمساومة بعضهم البعض عليها أنت ترين ما حصل في لجنة التحقيق الكيماوي ومن ثم ظهور التقرير وغيابه إذن هذه أوراق يقدمونها يساوون بعضهم البعض عليها من يأخذ ومن يعطي ومن يطوي ملف أما عمليا نحن فلا مجال لنا نحن سنحصل على بقدر ما تصد بندقيتنا نحن سنحصل على بعض حقوقنا إذا لم تصد هذه البندقية من الأبطال الشرفاء الذين اختاروا الموت ويجب أن يفعلوا ذلك دفاعا على الأرض فهنا هذه المعادلة بقدر ما تقدموا دماءكم الزكية أيها الأبطال ستحصل أمهاتكم وآباؤكم والجيل القادم على بعض الحقوق المسألة في درعا محصورة ببنادقكم لا تصدقوا ما يقال لا أحد ستدخل ولا أحد سيعترض هي اتفاقات ومسامعات دولية تنطلق من الشرق المرحل الثاني في الغرب يعقبها لقاء ترامبوتين المرحل النهائي مع انتشار قوات الأندوف ستكون الأخيرة في القنيطرة هذا هو المسار الميداني نحن نعول نجاح كبير على غرفة العمليات المركزية التي تشكلت وأنت تعلمين أنها تشكلت بعد الخدعة الأمريكية وأنا لا أريد أن أظهر أني مع جانب ضد آخر لو لا الحرب الإعلامية التي خطيها أنت وغيرك لكان الموقف أسوأ مما تتصورون بكثير أول سابقة في التاريخ أن تنتصر الإعلام قبل الانتصار السياسي والعسكري وهذه سابقة سيهجلها التاريخ الآن أنتم وغرفة العمليات يجب أن تنسقون العمل معا الصد جيد جدا في درعاء الصد في طفز جيد هناك انتصارات الخطة العسكرية يا سيدتي محورين بسيطات الصد يجب أن يركزوا السوار قوة عليها المحور القائم من غزالي إلى نصيب ومحور بالتفافين في غرب درعاء شمال غرب وجنوب شرق درعاء مدينة درعاء من إلى معبر الجمروك هذه المعادلة الآن ربما سيمتد الخرق من البادي من باديت السويداء أو من اتجاه السويداء على مسار الشريط الحدودي مع الأردن يجب أن يكون إغلاقه سهلا جدا على السوار إذا كانت لديه من نية المجموعات الموجودة هناك في القتال هذه المعادلة كلها لا شيء غيرها نعم سيادة العميد هل لديك إيمان بقدرة الفصائل اليوم على الصد وخصوصا أنهم تركوا في الميدان وحيدين وفقط بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالنهاية نحن ليس لدينا لا قوى جوية ولا مضادات جوية ولا هذه الأسلحة الفاعلة ولكن القتال إطالة أمد المعركي مع هذه الخسائر الكبيرة في صفوف الغزاة سيحقق شيئا سيجبر هؤلاء الروس الأوغاد على الخضوع أقل ما يمكن كما يعلن الأخوي في السوار القادة العسكريين نحن نريد اتفاق يعيد الكرام يحقق لنا جزء من الحقوق وبكرامتنا وهذا سيتحقق إذا ركزتم أنتم بكما هو المسار الآن مع المراسلين لكي يعلم المقاتل على الأرض سيدتي الذي بيده من دقي عزريني للإيطالي يصمد عندما يعلم ماذا يجري وينهر عندما يصبح الموقف ضبابي لذلك أنا أركز وأردت أن أورد هذه النصيحة المراسل الميدان يجب أن يعرض دائما هم يستمعون على ما تلقون من أخبار ويجب إذا تعسر الوصول إليهم أو الاتصال بهم يستطيعون عبركم أن يحصلوا على المعلومة وبالتالي المعرفة تؤدي إلى السبات وهذا ما نحاول جهدنا أن نفعله سيادة العميد فريق هنا سوريا عادة ما يجري استطلاع للرأي اليوم سؤالنا كان بعد تعثر المفاوضات يوم أمس هل تعتقد أن المعركة الميدانية بين فصائل الجبهة الجنوبية من جهة وروسيا والميليشيات الطائفية من جهة هي التي ستحسم مصير الجنوب السوري أم أن الحل سيكون عبر المفاوضات وأيضا الحل السياسي النتائج كانت 75% أو 65% ترى بأن المعركة هي من ستحسم بينما 35% يروا بأن الحسم سيكون عبر المفاوضات الأستاذ يسار عوير تعليقك على نتيجة هذا الاستطلاع الذي نجريه على صفحة البرنامج على فيسبوك طبعا هذا الاستطلاع وهذه النتيجة تدل على أن الناس أخذت العبرة من الحالات السابقة في بعض المدن ولكن نعود لنقول ما ينطبق على درعة لا ينطبق على غيرها لا نريد أن نقول أنها ستالين جراد ولا نريد أن نقول إنها درعة التي لم يترك لها هذا العدو المحتل الروسي خيارا إلا القتال يعني ليس لأن درعة فيها أناس خارقين خلقوا من كوكم آخر إنما لأن المحتل الروسي يريد أن يفرض على هؤلاء الأشاوس حلا عسكريا متعمدا فيه استخدام الصلف الإمبراطوريات المتعنتة وغرورها والتحصيل ما يريد بقوة السلاح وهو لا يفقه شيئا بالسياسة لأنه لو أراد أن يحل حلا سياسيا لما استخدم الفيتو 12 مرة في مجلس الأمن هذا لا يفهم ولا يفقه إلا لغة القوة ولغة البطش وهناك رجال نذروا نفسهم لهذه القضية ولن يتراجعوا إلا إذا فرض حل أو طرح حل يضمن حدا أدنى من الكرامة من أجل مليون شهيد ومن أجل عشرة ملايين مخجرين في أنحاء العالم نعم سيادة العميد رأيك بنتيجة الاستطلاع وخصوصا يعني أنه النسبة تتحدث عن 65% يروا كما تحدثت سابقا أنه من الممكن المعركة هي تحسن ما يشري في درعا اليوم البندقي هي التي تقول أنا أوافق تماما وهو صحيح بأب المية والبندقي بقدر ما تصد وتثبت في الميدان دفاعا عن الأرض والعرض هي التي ستعطينا غير ذلك ليس لنا من أمل بأحد نعم أشكرك جزيل شكر العميد أحمد شروف المحل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان شكر موصول أيضا للناشط السياسي يسارع وير كنت معنا من بو فصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة